يعني حاجة زي الحلم يعني بس خليني أحلم مش غلط يعني يوم اللي لم هنحقق هذا أحلم إن شاء الله ولكن لازم أنه أنت يكون عندك يا جماعة هدف أنت حتحققه على الأقل بعد خمس سنة تعرف وين حتروح عارف كيف وين حتصير تمام طيب خلينا أقول لك نسأل سؤال ماذا تنتظر لماذا لم تبدأ منذ زمن طيب من يتفق معاي إنه هذا هو الوقت اللي لازم أنت يعني تبدأ فيه تتحرك تبدأ فيه تفكر في وضعك اليوم أنت لازم يعني لازم تكون مفكر ما بينفع إنه أخ الفاضل إنه أنت تنتظر ما بينفع لمتى الانتظار اليوم أنت في اللحظة هادي بعد المحاضرة هاي حاول إنه أنت تجدول أمورك تجدول أهدافك تحط خطة أخ الفاضل فالفاضل ما بينفع إنه أنا اليوم إنسان عايش بالروتين نفسه يا جماعة يعني للأسف للأسف يعني عامة الناس وكثير من الناس يعني بتعيش يعني بالروتين اليومي الموجود لديها للأسف يعني حتى أنا والله يعني أتعجب كيف أنا كانت حياتي من قبل بروتين معين فلازم إحنا يكون إنا قيمة نحققها نضيفها لازم أنا أترك أثر في هذه الدنيا اليوم إحنا لازم جماعة نفكر على مستوى بعيد إنه أنا كإنسان ما بينفع إن أنا أعيش بهذه الحياة مثل باقي الناس لازم أنا يكون إلي بصمة يكون إلي إضافة يكون إلي قيمة تمام إذن هذا الوقت اللي أنا أنا بتمنى إنه هذا اللي بكون محاضرة إن شاء الله نقطة تغيير وتأثير لكثير من الناس إخواني ألا فاق طيب فرح الحاج اليوم هل أنت يعني تأملت بضعك الحالي؟ يعني مين مننا يا جماعة؟ مين مننا؟ يعني اليوم تأمل في وضع الحالي أنت اليوم يعني ما بتفكر تحسن؟ ما بتفكر تحط خطة؟ ما بتفكر تتغير؟ للأفضل طبعا أنا بتكلم يعني خلينا نحكي عن قانون التحسين العام احنا تكلمنا عنه يا جماعة في قناتي على اليوتيوب حكينا إنه لازم أنت تتحسن لو واحد بالمية لو واحد بالمية تتحسنت أنت حتلاقي أنه نفسك على مدى تراقمي يعني زمني معين تحسنت إن شاء الله بشكل كبير ورائع طيب شو بقول يا جماعة جان شاك؟ من الصعب جدا أن تفكر بطريقة نبيلة حينما يكون كل ما تفكر به هو لقمة العيش للأسف طيب يا جماعة أنا غدره جد نضميته فيش صوت مش عارف والله يا فرح هادي مشكلة لديك يعني يا سامحين يعني إذا لا يوجد صوت يكون عندك يعني خلي مشكلة فنية من جهازك يعني للأسف يعني طيب خلينا أكمل يا جماعة إذن لازم اليوم أنت تكون يعني قيمك الرئيسية مبادئك هدافك العليا أنه مش لقمة العيش مش أنا يعني بدي أكل وأشرب والسلام يا جماعة لا اليوم أنا لازم أترك بصمة زي ما حكينا ورائي في بداية المحاضرة ما بينفع أنه بس يعني أنا آكل وأشرب وأنام عايش إنسان عادي لا لازم اليوم أنا أكون إنسان مؤثر في الناس آآ فرح آآ فرح آآ روحي إعدادات الجماعة في من أجزاء مخي اللي خالة تزوك اللي خضراء وإن شاء الله بيفتح إن شاء الله يفتح معك نشكرك يا سلوى لاتفع طيب يا جماعة إذن اتفقنا من اليوم فصاعدا لن تكون وكل من يشاركني في هذه المحاضرة ما مش لازم تكون إنسان عادي يا جماعة فكر بنفسك لازم أنت تترك أثر بعدك أنت بعد سبعين ستين سنة يا جماعة عمر الإنسان قصير والله جدا يعني ما بينفع أن تعيشوا هيك يا جماعة لازم تترك أثر كبير جدا ورائك عشان أنت يعني تكون أنت فعلا خليفة الله في الأرض وحنتكلم في هذه النقطة ارتقي بتفكيرك اليوم يا جماعة ما بينفع أنه أنا أفكر بطريق التفكير عادية اليوم يعني كل من ما هو موجود معنا في المحاضرة أو حتى بتابعني داما أنا بحكي لهم يا جماعة أنه لازم نرقى بأفكارنا لازم أنا في ناس تيجي متأخر للأسف يعني محمود طيب يا محمود أهلا وسهلا يعني بالمشاركين الجدد أيضا في مشاركين جدد معنا أيضا يعني أنا للأسف أنه مش حيعرفوا اللي شرحناه ولكن خليهم يتابعوا معنا بنرحب فيهم أيضا طيب يا جماعة لازم نرقى أخواني أنا فاضل يعني الصورة واضحة يعني الفيديو الفيديو ظاهر عندكم أنا بحكي مين يجيبني لو سمحته الفيديو واضح يعني الصوت والصورة واضحة واضح واضح شكرا يا أحمن شكرا يا إسلام تمام إذن لازم جماعة نرقى بأفكارنا بتفكيرنا بعقليتنا اليوم يعني شايفين هذا العرق اللي يا إخواني أفاضل إذا أنا اليوم ما طورته ما دخلت علي أفكار إيجابية رائعة تفيدني وترتقي بأهدافي للأسف هذا ممكن يكون معوى الهدم إذن لازم أنا خلينا نتكلم أنه الميديا مزلة حواليك لازم تستقي منها الأفكار الإيجابية لا تسمح يعني خلينا نقول نختصرها ببقاط يعني معينة لا تسمح بأشخاص سلبيين لا تسمح بأفكار أو حتى وصائد الوساط اللي حواليك جماعة التلفزيون البرامج الانترنت السوشيال ميديا ما تسمح بأشياء سلبية وأفكار سلبية تدخل يعني لعقلك من هذه المصادر إذن أهم شيء الميديام هذه الميديا مقيدة يا جماعة لازم نحاول قديش يمكنني أنه أنا أحيط نفسي بأشخاص إيجابيين بسوشيال ميديا إيجابية بيوتيوب إيجابي ببودكاست إيجابي بأي شيء لازم يكون إيجابي أدخل لهذا العقل لأنه يا جماعة هو مصدر الفكر هو مصدر يعني بصراحة الأمور هذه رانينغ أوف تايم تمام سوري مع الساعة عشان في رسالة يا جماعة طيب إذن لازم نرقى بأفكارنا خليني أنا أيضا أمشي كمان هل أنت خلقت عبثا أم من أجل إعمار الأرض الآية المعروفة بيننا يا جماعة في سورة الذاريات يقول الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ طيب العبادة يا أخواني الأفاضل هذه نوعان عبادة تقديس يعني صلاة وصام وشعائر دينية والعبادة أيضا عبادة تعمير يا فرح ربنا يسر أمورك يا فرح وتسمعين إن شاء الله الآن وعبادة تعمير إنتاج وبناء يا جماعة أنا يعني بتحاول أمشي لأنه وقت المحاضرة ساعة ونصف يعني بتحاول أنا أمشي عشان أقدر أنا يعني صراحة أوفي ووصل كل المعمة التي لدي جماعة طيب إذا انتفقنا أن نعمل العبادة العبادة التقديس صلاة وصوم وعبادة التعمير إنتاج وبناء خلينا يا جماعة لأنه كثير للأسف للأسف يا جماعة معلش يعني الناس متأخرين فأنا يعني بحاول أقبلهم فالعبادة يا جماعة لازم نفهم بمفهومها الشامل أنه أنا بعبد ربنا صلاة صوم وزكاة وكل أنواع البيتات ولازم أنا إلي دور أيضا في التعمير والإنتاج والبناء لأنه كثير يا جماعة للأسف في ناس يعني مفهومها قاسر على أنه مفهوم العبادة بيكون مفهوم أنه فقط يعني يقتصر على الشعير الدينية لا إخوان الله فاضل اليوم أيضا في تعمير وفي إنتاج ولازم يتعمر الأرض ولازم يكون إليك أثر أيضا تترك أثر في هذه الدنيا يعني ما بينفع أنه أنت عايش بهذه الطريقة تمام إذن لازم نفهم مفهوم العبادة شمولي أيضا بالإضافة للشعار الدينية أيضا لازم أنا يكون عندي مهاراتي لازم يكون عندي بيزنسي لازم أكون إلي تأثير في الناس تغيير في الناس هذه الأمور كلها يا جماعة مهمة جدا جدا أنه أنا لازم اليوم أفهمها بمفهوم شام العبادة وهذا الأعمال يا جماعة حتى لو كانت تعمير وإنتاجية أيضا أنت تؤجر عليها تمام يعني خلي بالك أنه أنت الأجر شغال أنه أنت مثلا اليوم أنا يعني عملت محاضرة وبلقي بس هذه المحاضرة فأنا بحتسب هذه المحاضرة العز وجل مخلص فهل الله فأنا بنان الأجر أنت يعني أجر دنيا دنيا وآخرة فهي مفهوم العبادة الشاملة ومن هنا لازم يكون هي أساس متين عشان هيك الآية هذه لازم تكون أساس متين إليك أنه أنت تشتغل وتشتهد سواء على المستوى الشعائر الدينية أو حتى على المستوى الدنيا وإخواني الأفاضل ما زلت وناس تنضم من أسف وناس يا جماعة معلشاني في تأخير كبير في الوقت يعني طيب خليني أخواني الأفاضل ليجي للسلايد اللي بعد هيك أتمنى أنه يكون مفهوم العبادة واضح يا جماعة كل ما يقرب إلى الله من قول أو فعل فإنه عبادة شوفوا الجمال مش عارف طيب يا جماعة بالضبط اللي بفت عليني أعمل يعني طيب أخواني الأفاضل خليني أمشي أنا ربنا الزوجة ليقول وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسكك الدماء ونحن ونصدح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم عشانيك يا جماعة هذه الآية أنا يعني حبي إليها يعني بشكل كبير هذه الآية جماعة أنه أنت يعني بتعرفك أنه أنت إنسان خليفة في هذه الأرض خليفة مين خليفة الله عز وجل في الأرض يعني أنت اليوم يا جماعة الإنسان الإنسان موجود على هذه الأرض مكرم الإنسان هو خليفة إذا أنت فهمت هذا المعنى هتجد أنه أنت قيمتك رائعة قيمتك عالية جدا سامية يعني ربنا رفعك كإنسان أنه أنت خلقك على هذه الأرض يا جماعة وعطاك دور التعمير والبناء في هذه الأرض عشانكم نقول لك هذه الآية لازم تبعد فيك الفخر والاعتزاز أنه أنت خليفة الله في هذه الأرض يجب عليك أن تقوم بدورك كثير من أفاضل وحتحاسب على هذا الدور إذا لم تقومه بالشكل الصحيح عشانك لازم أنت تفهم هذا المفهوم وتوسع لهذه العقلية جماعة أنه تستوعب موضوع الخلافة والتعمير في هذه الأرض أتمنى منكم يا جماعة اليوم كل شخص بيسمعني اليوم لازم يقدر نفسه أنه هو خليفة على هذه الأرض وأنه له دور كبير ولازم يكون مؤثر ومغير ويساهم في بناء حضارتنا الإسلامية أما يا جماعة أتمنى هذا المفهوم يكون راسخ لديكم يعني بناء على عقيدة عقيدة هذه عقيدتنا وهذه وهذا قرننا بتكلم بهذا الشكل طيب خلينا أمشي يا جماعة بشكل أسرع ما هو مفهومك للسعادة مين يجبنا على هذا السؤال بشكل سريع يلا بدنا تفاعل يا جماعة ما هو مفهومك للسعادة ما هو مفهومك للسعادة رضا الله ورضا القناعة طيب أتمنى يعني لو كان في صوت يا جماعة من يشاركنا برضو صوتا يعني شاركونا كمان لنفعل الحديث جميل يا منان جميل يا فرح من أيضا ما هو مفهومك للسعادة المشاركين أيضا نريد مشاركة وتفاعل أكثر إخواني الله فاضل تحقيق الأهداف تحقيق الأهداف راح النجاح لحق ذاتي العطاء جميل جميل لا يوجد صوت لا يوجد صوت يقول يعني أخي يا جماعة لا يوجد صوت أفكرة في صوت يعني من بتسمعوني يا جماعة لو سمحت بس يعني الصوت عادي كلما كان عندنا الرضا وأطمنا نتحقق السعادة سمعين تمام شكرا يا سلام ممتاز جدا يا جماعة يعني نحن موجود في صوت واضح ولكن ما بعرف يعني في بعض الإخوة ليس لديهم صوت طيب نكمل إخواني الأفاضل القناة بما نملك والحياة اللي عايشينا ممتاز جدا حلو رائع كلها آراء رائع وجميلة ما شاء الله عليكم طيب خلينا نكمل إخواني الأفاضل طيب نكمل أنا أشكركم طيب خليني أنا أعطيكم تعريف للسعادة إخواني الأفاضل مفهوم السعادة هي حالة ذهنية حالة ذهنية أنت بتقدر توفرها لنفسك إخواني الأفاضل طبعا بغض النظر عن المال عن الجاه عن السلطة عن المنصب عن أي شيء هي حالة ذهنية فقط شعورك أنه أنت إنسان سعيد طيب خلينا أيضا أذكر أذكر في كتاب روني وير ذكرت الكاتب أنه أغلب الراحلين يا جمال اللي رحلوا عن هذه الدنيا كان للأسف ندمهم ندم كلهم تشاركوا في هذا الندم هذول يا جماعة إيش تكلموا وحكوا أنه عن مفهوم السعادة